سيدات والسادة موضوعنا لهذا اليوم هو عن الفصل بين البحث العلمي والمعتقد الديني قبل فترة وجيزة كانت العلامية ريم حبيب قد سألتني سؤالا في غاية الأهمية وأجبت عليه وسيظهر لحوار كاملا قريبا لكن انتقيت هذا السؤال لأستفيد به هنا في هذه المحاضرة القصيرة قالت ألم تفكر بالتراجع عن أفكارك أمام الصعوبات الكبيرة التي واجهتها خصوصا وأنت تتناول قصصا من الكتب المقدسة وتضعها في موضع النقدي والتحليل فقلت لها لا لم أفكر مطلقا بالتراجع لأن نيتي علمية خالصة ولا غاية لي مسبقة لا دينية ولا سياسية ولا فكرية أنا صاحب منهج بحث علمي فقط لست عقائديا على الإطلاق ولذلك الناس لا تفهمني عندما أطبق منتجات ومجريات البحث العلمي على الأديان وعلى الحضارات وعلى الأساطير فإنني أقول الحقيقة كما هي لا أغطيها ولا أهرب منها ولا أربطها بالعقيدة عقيدة التي ورستها عن عائلتي أو عقيدة المجتمع الذي أنا فيه أو عقيدة المجتمعات التي حاولي لا أربطها أنا أضع الحقائق كما هي وهذه الحقائق العلمية ليست حقائق خاطئة إنما حقائق توصل إليها الكثير من العلماء كلما بالأمر أني أنقل وجهة نظرهم وأحاول أن أضع لها إطارا صحيحا كما هو هذه كنت أطبق بإخلاص ما تعلمته من منهج البحث العلمي ولذلك تجدون احترامي للأديان والكتب المقدسة صريحا وواضحا وبين ولم أخدش دينا أو معتقدا دينيا أو إلها على الإطلاق في كل حياتي ليس فقط عندما نظشت وكتبت في تاريخ الأديان في كل حياتي لم أفعلها لماذا؟ لأنني أرى أن من حق الإنسان أن يختار دينه وأن يختار طريقته في الحياة ليستعين بالإله وبالدين على مشكلات الحياة هذا أمر طبيعي جدا هذا جزء من سعادة الإنسان جزء من ثبات الإنسان جزء من حيوية الإنسان جزء من تكوينه الاعتقادي لا يمكن لنا أن نقتحمه ونقول له لماذا تفعل هذا لكن هذا المعتقد يجب أن لا يؤثر على كل الحياة يجب أن يعطي للعمل والعلم والتنوير والتحضر حقه أيضا في نفس الوقت إذن هذه الأفكار التي أخذها من البحث العلمي لا تمنعني من تحليل الأديان مطلقا ما يسمى بالنقد والتحليل الذي أنا أطبقه على الأديان هو نتاج تطبيق أدوات البحث العلمي عليها وليس نتاج قصد مسبق مني والفرق كبير ومن هنا أريد أن أدخل لهذه الفكرة التي أنوركم بها وهي أن البحث العلمي هو أمر ليس اعتقادي إنما هو أمر تفرضه أو تمليه طريقة البحث العلمي هي التي تقودك هي التي تدلك على الحقائق الأخيرة أما العقل الآخر هو المعتقد وخصوصا نتكلم اليوم عن المعتقد الديني هذا معتقد مسبق ثبت في العقل وأصبح أشبه بالقفص لهذا العقل يرفض أي شيء خارج هذا القفص لا يقبل به البحث العلمي لا يريد أن يخرجه من هذا القفص فقط وإنما يريد أن يقول له أن الحقائق العلمية تختلف كليا على المعتقدات سواء كانت دينية أو سياسية أو فلسفية أو فكرية أو حتى سيكولوجية المعتقد شيء والبحث العلمي شيء آخر بالكامل لا عدى قتله به فعندما نطبق نحن في المعتقد يعني في البحث العلمي أمرا هذا لا يعني مطلقا أن هناك نية لمهاجمة المعتقدات أبدا متروك الأمر لمن يريد أن يستنير أما يرفع طريقة تفكير بشكل أفضل أو يبقى في مكانه هذه مسألة متروكة للإنسان نفسه الحقيقة أن حق للمعتقدات الدينة من دون الحقول خصوصا الموضوع الأديان يتجرى فيه المؤمن على نتائج البحث العلمي يتجرى فيه على الوقوف بوجه كل من يبحثون وهم ناس شغلوا كل حياتهم البحث العلمي ويقف بوجههم ويخطئهم ويقول لهم أنتم كافرون هذا ليس من حقه على الإطلاق مطلقا ليس من حقه لماذا لأن هذا الذي الذي ذهب وكتب أقودا وكتبا كثيرا وأتعب نفسه في الأصول للنتائج لم يكن قصده على الإطلاق أن يشكل معتقدا مثله مضات للمعتقد الديني مطلقا هذا ليس في تفكير رجل العلم والذي يفعله بالمناسبة الذي يفعل هذا هو خارج عن المسلمات العلمية خارج حتى عن العلم وعن الحقل العلمي ولا يجوز اعتباره بعثا علميا لماذا لأنه استعمل البحث العلمي لتكريس عقيدة دينية أو سياسية أو فكريت أو حتى سيكولوجيا هنا المضطرب هنا المشكلة التي يعني تدخل فيها مياه هذه المنطقة على مياه تلك وهذه غير جائز أصلا غير جائز لماذا لأن نتائج البحث العلمي لا تصب في منطقة ضد أحد مطلقا هي كما هي مثل ما نقول أن هناك آآ ثمانك تسع كواكب أو ثمانية هذه حقيقة المية ليس المقصود منها تخطيئة الأديان باعتبار كلها تقول بسبع كواكب مطلقا يعني هذا ليس ليس المقصود من هذا الكلام يعني أنا عندما أقول أن هناك ثمان كواكب تدور حول الشمس هذا لا يعني مطلقا أن هذا الكلام يضرب أو هو مصمم على أساس القول بالضد من كل الأديان التي تقول بوجود سبع كواكب موضوع آخر هذا موضوع علمي أثبتته تليسكوبات وألم الكون وإلى لماذا لماذا يتصور المؤمنون بأن هذا كلام مضاد للأديان عندما أقول أن الأرض ثلاث طبقات يعني بالطريقة الألمية عندما تتطبقات واضح هذا لا يعني أنني أريد أن أن أضرب فكرة الطبقات السبعة للأرض مطلقا ليس القصد هذا المعتقد له شأنه وله وضعه الخاص جاء من تلك الأزمان بهذا التصور إذن دعونا نميز بين البحث الألمي ومعتقد الديني هذا الشيء وهذا الشيء آخر ومن الجائز جدا أن نرى في البحث الألمي حقيقة علمية عقلية ونرى في المعتقد الديني حقيقة قلبية إيمانية نستمر فيها هذا لا يمنع مطلقا هناك من يحولون العلوم لمعتقدات كما ويرون أن من حقهم مناقشتها وتفنيذها بطريقتهم فالانفجار الكبير وعلم الكون وأرقامه العجيبة من مليارات الكواكب والسنين الضوئية ونظرية النشوء والتطور ونظرية علوم الأحياء والأجنة وغيرها من النظريات في نظريهم هي نظريات خاطئة وتأتي لشخص تحصيله العلمي يعني تحصيله الدراسي بسيط جدا لكنه لي عن مؤمن يجب أن يفند نظريات اجتهدت فيها آلاف العلماء في مختبرات وفي ظروف قاسية جدا وأوصلوها لنا هو يجب أن يفندها ومن حقي ويرى أن رأيه هو الصحيح وهو الأخار هذا هذا أمر الحقيقة يعني إذا مو اليوم نضحك عليه فغدا سنضحك عليه كثيرا فأنا أعتقد أنه يجب أن مرة أخرى هناك بالمقابل تخيلوا رغم موجود هذا النمط من البشر الجاهل الذي يريد أن يفند نظريات علمية عظيمة تعبت عليها أجهال من العلماء نرى أن هناك فريق آخر ماذا يفعل هذا الفريق يأخذ هذه النظريات جاهزة ويبحث عنها في الكتب المقدسة ويسمينا لنا إعجاز علمي لا هذا ولا هذا صحيح لا تهجم وجهل على على النظريات العلمية صحيح ولا البحث عن هذه النظريات في الكتب المقدسة صحيح الكتب المقدسة كتب مقدسة ومحترمة يجب أن توضع في مكانها لا يجب أن نسميها علوم في الجغرافية والتاريخ والكون والفيزياء والكيمياء ونعطيها أشياء ماذا لو تغيرت نظريات العلم والعلمية تحول ويتغير كما تعرفون نظريات العلمية تتحول ماذا لو تغيرت إذن سنقول أن النص يجب أن يتغير هذا غير صحيح يعني نؤذي هذه النصوص المقدسة عندما نعطيها شيئا هي لم تكن له هي نصوص في ضغط وفي حينها نصوص مقدسة للعظات والاعتبار وللروح وللإقامة الصلاة مع الخالق لا يجوز أن نجعلها علوما هذا خطأ كبير جدا نقع فيه أنا أقول دائما أن التزود بالعلوم والمعارف هو أعظم ما يجب أن يفعله الإنسان وعليه أن يحمل إيمانه بقلبه بشكل صحيح ودون أوهام شكرا جزيلا لكم